فناني هلا كم ناشد المختار وربه هاي أغنية جميلة جميلة واسمعناها بصوتك ياريت لو نقدر ناخد منها أنا بحبها حب غير طبيعي يعني لا يمكن أغنية تعمل فيها اللي بتعمله كم ناشد المختار وربه كل لحظات تجلي عيشها الإنسان ويالأغنية حالة قاسة بذلك كده وبعدين تحس قد إيه الملحب والمؤلف والمطرب خلاص عمل وحالة روح حناية غير طبيعية هاي الأغنية للفنان واسمي سعد محمد خليني نسمعه يلا بنا كم ناشد المختار وربه في هدي إنسان أحبه كم ناشد المختار وربه في هدي إنسان أحبه لكن وحي الله جاء لكن وحي الله جاء إنك لا تهدي الأحب والله يهدي من يشاء 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 هلا أنا اللي انتبهت هلا فيه طبقات يعني إحنا كلنا منعرفين لأنه طبيعة مهنتنا بأنه فيه طبقات للصوت وبدها تمرين زي ما منمرن ومندوزن الآلة الموسيقية لأوتار الصوتية بدها كمان طبقات بدها تدريب تذكر يعني إحنا أول ما بلشنا كإذاعة كانوا يعلمونا شو يعني تلوين كيف تطلح في صوتك كيف تنزل في صوتك كيف تمرين الصوت هلا هذا كله بينعكس كمان على الفنان طبعا كم هذا بساعد على نجاح الصوت ونجاح الفنان وفتح الصوت اللي انت الجملة اللي عبرت فيها والله وأنا بحس إنه نجاح أي حاجة في الدنيا يجي من الممارسة ومن استمرار التمرين حتى في عدم موجود الشغل يعني طول الوقت يعني أنا بقعدة مثلا إيه في المطبخ المطبخ تلاقيني أغني حاجات مثلا حس الطبقة دي أنا مش جايباها فأعود أعمل بقى يعني أقلل الطبقة وبعد كده إيه أعود أغني معاها بعد أنا أعلي بعد أنا أعلي لغاية ما أعرف أوصل للطبقة اللي أنا عايزاها فهي كل حاجة هيصل الأحبال الصوتية هي عضلة هي عاملة زال عضلات بالزبط إنه أنا روحت الجم هاقدر أشيل أوزام ما روحتش الجم واندلعت وعماء ما عاشيل أي حاجة خاصة ومش هاقدر أوصل للطبقات اللي أنا محتاجها والطبقات اللي أنا عايزاها فهي التمرين هو أساس نجاح كل حاجة وأي حد هيستسل ويقول أنا صوتي حلو فتمام طبعا لازم تدريب على الصوت بزبط كده